تصويت على مشروع قانون المالية لسنة 2025 نصح في النقطة الأولى والكلمة إلى السيد مقارن لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات لتقديم تقارير لجنة عن إثبات عضوية ثلاث نواب جدد تبقى لأحكام المادة عشرين من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني في اليتفظل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم جمعة الخير في القناة إن شاء الله كم تكونوا بخير وعلى خير إذن صدق نواب المجلس الشعبي الوطني في جلسة عنانية يوم 13 نوفوبر الحالي طبعاً 2024 على مشروع قانون المالية لسنة 2025 برئاسة السيد إبراهيم أبو غالي وبحضور وزير المالية العزيز فايد كذلك بحضور أعضاء من الحكومة طبعاً تقديم 90 تعديل للمشروع حيث تم رفض بعض التعديلات لأسباب موضحة في التقرير التكميلي للجنة وكما قلت صوت النواب على التعديلات المقترحة على مشروع القانون لتضمن التقرير التكميلي للجنة المالية والميزانية بالمجلس والتي أحيل عليها طبعاً 90 تعديلاً من طرف النواب ويعتبر هذا التصويت خطوة همة نحو يقرار ميزانية الدولة لعام 2025 التي ستركز على تسريع التلمية الاقتصادية ومكافحة البطالة وتعزيز الإثمارات في القطاعات الحيوية مثل الصناعة والبنية التحتية ويذكر أن المشروع قانون المالية لعام 2025 سيعرض على مجلس الأمة لمزيد من المناقشات والموافقة قبل أن يدخل حيث التنفيذ بداية من العام المقبل يعني هناك لازلت مناقشة على هذا مشروع القانون لسنة 2025 وتم إيداد مشروع لأساس سعر مرجعي لبرميل النفط الخام ب60 دولار لفترة 2025 حتى لسنة 2027 و70 دولاراً كسعر السوق لبرميل النفط خلال نفس الفترة وينتظر أن يسجل نمو الاقتصادي نسبة 4.5% سنتين 2025 وال2026 مع تسجيل 5% كنمو خارج المحروقات في سنة 2025 ويتوقع المشروع كذلك القانون الصادرات بـ 50.9 مليار دولار وإرادات بـ 46.07 مليار دولار أي فائضاً في الميزان التاج التجاري بـ 4.83 مليار دولار وفائضاً في ميزان المدفوعات بـ 1.17 مليار دولار مع اهتيات الصرف 72.95 مليار دولار وهو ما يمثل 16 شهر من واردات السلع والخدمات وينتظر أن ترتفع إرادة الميزانية بـ 3.5% لتبلغ 8.524.06 مليار دولار للسنة القادمة مع جباية بيترولية أي مدرجة في الميزانية بـ 3.453.96 مليار دولار فيما سترتفع نفقة الميزانية بـ 9.9% إلى 16.794.60 مليار دولار وهو ما يمثل عاجز زن مرتقباً في الميزانية بـ 8.271.55 مليار دولار جاء هذا المشروع القانون بتدابير جديدة تهدف لترقية الاستثمار دعم الاختصال البطني فضلاً عن إجراءات جديدة لدعم القدرة الشرعية وتحسين إيطال المعيشي للمواطن كما يكرس مشروع قانون توسيع الوعاء الضريبي مع إدخال جملة من التحفيزات وتسهيلات الجبائية تمس العديد من القطاعات النشط الاقتصادي دون إدراج ضرائب جديدة ومن أبرز التعديلات التي تم الموافقة عليها إلغاء المادة 29 متعلقة برفع الضريبة الجزيفية على التجار تخفيض معدل الرسم العقاري من 10% إلى 7% للسكنات الشاغرة المملوكة من طرف الأشخاص الطبيعيين كذلك تخفيض الضريبة على نشاط النقل بالسيار للأجرى من 12% إلى 5% تعديلات على المواد 8-14-18 من قانون ضاربة المباشرة والرسوم المتعلقة بالسكن تم رفض اقتراح تعديل يتعلق باستيراد السيارات المستعملة لأقل من 5 سنوات ويتضمن مشروع القانون تدابير تهدف إلى الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن ودعم الاستثمار نشكركم على حصي إصغاء والمتابعة دمتم في رائعة وحفظة مع السلامة